السلام عليكم جميعاً كيف كنتم يا أخواركم؟ اليوم في عنا ماطعة جديد رح نعمل مقارنة بين السويد وسويسرا هو مقال أنا قرأته وحبيته حبيت شارككم فيه بآخر المقطع أنا أعمل تصويت شاركوا فيه كل ياتكم وصوتوا لي وكتبوا لي شو أكتر طريقة لقيتوها أفضل أو بتفضلوها تكون موجودة بالسويد أو بره السويد الطريقة طريقة سويسرا أو طريقة السويد بالتعامل مع أهم الملفات مثلاً موضوع المهاجرين أو سرعة التغيرات أو القوانين والمشاريع الحكومية التي يعملوها ما الطريقة الأفضل سويد أو سويسرا؟ لا تنسوا شاركوا أو صوتوا بآخر المقطع مثلما تعرفوا مثلما في السويد في موضوع اللاجئين والمهاجرين خاصة من الشرق الأوسط العرب والمسلمين وغيرهم دائماً يظهر على السطح بالسويد بعد كل هجمة رهابية أو عنصرية أو مشاكل اقتصادية أو أي شيء يصبح أحياناً بظهر اللاجئين يصبح هناك هجمة كبيرة عليهم ويظهرون برد البلد وما بدنا إياهم البلد وخربوا البلد وما بحر شوه يكون طبعاً هناك ناس في القسم الثاني يدافعوا دائماً على اللاجئين ويقولوا وشوفوا الأرقام هاي الناس إجادت دعمة البلد زادت عدد السكان أوت الاختصاد سدت الناقص بالوظائف وأخذوا وظائف جديدة وفي منه كثير كمان عندهم خبرة نفس الموضوع موجود بسويسرا هذا اللي لفت نظري ولكن ضد المهاجرين اللي إجوا من دول أوروبية مش من الشرق الأوسط من ألمانيا فرنسا إيطاليا يعني دول الأوروبية مشهورة جداً السبب هو طبعاً أن سويسرا رغم أنها بلد صغير بأوروبا لأنها ليست اتحاد أوروبي ولكن عندها اتفائيات مع الاتحاد الأوروبي التنقل والعمل وهذه الشغلات عنده نفس الأزمة ضد هذول الناس المهاجرين عنده مليون ونص مهاجر طبعاً سويسرا بلد يجذب هاي الناس لأنه اقتصاده قوي هي صغيرة بتاقتصاده قوي معروفة سويسرا الساعات الشوكولاتة وطبعاً من أكثر الدول استقراراً بالناحية الاقتصادية والمالية لكي نرى أنه قسم كبير من المستثمرين بكل العالم وخاصة على ذكرة عنها من الدول العربية الأثرياء يضعوا أموالهم هناك يستثمروا هناك أو يخبوهم فقط بالبنوك كحماية يمكن أن لا ترى مسؤول عربي الذين لديهم أموال حدثة بسويسرا ترى هاي الأموال تخيلوا وكيف تفعل أرباح وتعطي قوة لهذا البلد الذي هو سويسرا هذا سبب يجعل ناس مليون ونص من أوروبا كلها يذهب ويعملوا بسويسرا فعندهم نفس الأزمة الشعب لا مبسوط منهم مع أنهم بطالة 2.5% أو 3% أقلس بالبطالة في كل أوروبا يمكن أن السويد 10% بطالة أو 12% ومع هذا لا مبسوطين من هذا الوضع فالمهاجرين الذين موجودين بأوروبا أو بسويسرا ما عندهم حق التصويت سويسرا من أكثر الدول بأوروبا تشدداً بموضوع جنسي ما عندهم جنسي ممنوع يصوتوا ممنوع يشتغلوا بالشرطة هذا شيء أدى ل مشاكل كثيراً ما عندهم مفهوم اسمه الديمقراطية المباشرة يعني بالسويد ومعظم دول الأوروبا يكون هناك شيء اسمه ديمقراطية غير مباشرة يعني الشعب ينتخب نواب وهذه النواب هي التي تتصرف في البلد وتعمل القوانين هذا الشيء يكون كل أربع سنوات بينما في سويسرا هناك شيء اسمه ديمقراطية مباشرة هو أن الشعب يعمل تصويت كل سنة تصويتات كثير على عدة ملفات وعدة مواضيع الشعب نفسه هو اللي بينزل ويصوت كل يعني مثل استفتاء شعبي استفتاء شعبي سنوي على عدة ملفات هذا الشيء يؤدي للتغيير السريع بسويسرا قرارات تتطلع بسرعة قرارات تتنفذ بسرعة بتكون مثلاً لاجئين نعم أو لا بتكون تعطوهم الجنسية مثلاً نعم أو لا يعني مثلاً تقريباً في سنة 2017 بتصور أو 2007 كان طرق عملوا تصويت عملوا استفتاء شعبي هل بتكون انتوا تستعملوا اللاجئين أو لا فكان في الجواب نعم ولكن مع السنوات حالياً مثلاً من فترة عملوا استفتاء ورفضوا يعطوا الجنسية لهذه الناس يعني كان في استقبال بس بعدين رفضوا يعطوهم الجنسية هن مع تصحيب شروط الجنسية فهذا الشيء بيؤدي للتغيير السريع بسويسرا بينما لو جينا على بلد مثل السويد كلكم تعرفون انا عملت مقطع زمان في بطوء شديد شديد بهذا البلد بالتغييرات بالمشاريع مرة انا قلت اذا بدون يعملوا شارع جديد او يعملوا جسر جديد منتظروا من انتخابات لانتخابات هذا الشيء طبعا له جذور انه الشعب السودي هو بطبعه ما بيحب التغيير بيحب البطوء بيحس انه الروتين والبطوء بالتغيير هو عاما استقرار بيحسوا حالهم بأمام طبعا هذا الشيء يمكن مزعج لاننا نحنا كلاجئين انه نحنا همومنا والشيء اللي بدنا اياه مش هو نفس الشعب السودي الاصلي يعني بده اياه يعني احنا مثلا نفكر باللم الشمل نفكر بالجنسية نفكر باللغة وبكثير شغلات بينما انهم لديهم هاي الهموم يعني فهمهم ان البلد يظلوا هادئ وراغئ حجان هايك السويد تعتبر ابطأ بلد بالتغيير بكل اسكندينيا فيها يعني الدنيمارك النيرويج اللي في اللامدا بليون عم تقدموا بسرعة السويد كلها ضال عبشو ببطء هي هايك البلد بينما في السويسر مثل ما قلنا ما بينتظروا كل اربع سنوات ليتم التغيير لا كل سنة بسنة فهذا الشيء في ناس بيشوفوه انه شيء كويس انه بيقدي له سرعة اتخاذ القرار في حزم مثلا في تحسين سريع في تصحيح للاخطاء بسرعة وفي ناس بيشوفوه انه شيء سيء جدا وبيعمل توتر وبيعمل ألأ وبيعمل خطورة يعني تخيل انتو مثلا كلاجئين انه كل سنة يطلع قرار يعني مثلا هلا سار في حادث مثلا معين الرهابية مثلا بيجي الشعبي بيعمل استفتاء وكل لاجئين يطلعوا بره مثلا بينما في السويد لا كل اربع سنوات ليطلع قرار حسب كل شخص يرونه من ناحية انتو ماذا ترونه ترونه جيد سيء ماذا تحبوا يكون فيه خاصة بالسويد ماذا تحبوا يكون فيه طريق السويد تظلها موجودة قد اربع سنوات او لا سنجد يكون فيه سرعة انجاز للمهمات انجاز للملفات بشكل سريع صوته تحت او صوته هون بالمقطع سوف ارى تسوطاتكم اكتبوا تعليقاتكم لان سوف ارى تسوطاتكم ان شاء الله بالمقطع الجاي سوف ارى تحبكم كثيرا كم معكم خالد السلام عليكم سوف افعل Rum